الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الطلاب بالصف الرابع كيف حالكم؟ أرجو أنكم بخير والصحة أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الدرس كلكم تأخذون الكتاب وتفتحون الكتاب الطريقي للعربية الدرس الثامن وتفتحون الدرس الثامن إن شاء الله نحن الآن نبدأ الدرس الثامن المسجد في المسجد المسجد في بباره للمسجد المسجد في المسجد في المسجدieg المسجد في sellsجه جرامك المسجم في غرفتك معنى هو تمر كم رأي غرفتك في غرفتك معنى هو تمر كم رأي غرفتك عندما يستعمل غرفتك حضل المذكر و عندما يستعمل غرفتك حضل المؤنس غرفته غرفته تار كمراء حظل المذكر غرفته في غرفته تار كمراء حظل المعنس في المسجد رجل في المسجد رجل مسجد اجزان لوك معنى هو مسجد اجزان لوك احجاب من هذا مسجد اجزان لوك افرار الرجل في المسجد لوكت مسجد اجزان افرار الرجل في المسجد مسجد اجزان لوكت مسجد اجزان نحن نقرأ النصوص العربية ونكونا الاصلاء ونجيب ان شاء الله في الغرفته مسباح في الغرفة مسباح المسباح في الغرفة في الصندوق عقد العقد في الصندوق في الحديقة شجرة الشجرة في الحديقة هذه قرية صغيرة في هذه القرية مسجد قديم في سوق القرية دكان صغير في حقيبة عائشة كتاب وقلم الكتاب والقلم في حقيبة عائشة عائشة في غرفتها في غرفتها مروحة جديدة هذه سيارة محمود هو في سيارته في قلب المسلم نور وفي قلب الكافر ظلمة في كتاب الله قصة جميلة قبر الرسول في المدينة المنورة نقرأ العبارة مرة ثانية ثم السلام والأجواب إن شاء الله في الغرفة مسباح المسباح في الغرفة في الصندوق عقد العقد في الصندوق في الحديقة شجرة الشجرة في الحديقة هذه قرية صغيرة في هذه القرية مسجد قديم في سوق القرية دكان صغير في حقيبة عائشة كتاب وقلم الكتاب والقلم في حقيبة عائشة عائشة في غرفتها في غرفتها مروحة جديدة هذه سيارة محمود هو في سيارته في قلب المسلم نور وفي قلب الكافر ظلمة في كتاب الله قصة جميلة قبر الرسول في المدينة المنورة في الغرفة مسباح سؤال ماذا في الغرفة؟ جواب في الغرفة مسباح ويسألها كزائزا أين المسباح؟ الجواب في الغرفة المسباح في الغرفة السؤال من هذه الجملة أين المسباح؟ الجواب المسباح في الغرفة في الصندوق عقد السؤال من هذه الجملة ماذا في الصندوق؟ الجواب في الصندوق عقد العقد في الصندوق السؤال من هذه الجملة أين العقد؟ العقد في الصندوق في الحديقة شجرة الشجرة في الحديقة هذه قرية صغيرة في الحديقة شجرة السؤال من هذه الجملة ماذا في الحديقة؟ الجواب في الحديقة شجرة الشجرة في الحديقة السؤال أين الشجرة؟ الجواب الشجرة في الحديقة هذه قرية صغيرة السؤال هل هذه قرية صغيرة؟ أو كيف هذه القرية؟ الجواب نعم هذه قرية صغيرة وهذه قرية صغيرة في هذه القرية مسجد قديم أين مسجد قديم؟ في هذه القرية؟ ماذا في هذه القرية؟ في هذه القرية؟ مسجد قديم في سوق القرية؟ دکان صغيرة ماذا في سوق القرية؟ في سوق القرية؟ دکان صغير في حقيبة عائشة كتاب وقلم ماذا في حقيبة عائشة؟ في حقيبة عائشة كتاب وقلم أين الكتاب وقلم في حقيبة عائشة؟ السؤال أين الكتاب وقلم؟ الكتاب وقلم في حقيبة عائشة؟ أين الكتاب وقلم؟ هذا السؤال الجواب الكتاب وقلم في حقيبة عائشة؟ آئشة في غرفتها أين عائشة؟ عائشة في غرفتها؟ في غرفتها من رواحة جديدة ماذا في غرفتها؟ خرفتها من رواحة جديدة هذه سيارة محمود لمن هذه السيارة؟ هذه سيارة محمود هو في سيارته أين هو أين هو أو أين محمود هو في سيارته ومحمود في سيارته في قلب المسلم نور وفي قلب الكافر ظلمت ماذا في قلب المسلم الجواب في قلب المسلم نور وفي قلب الكافر ظلمت ماذا في قلب الكافر الجواب في قلب الكافر ظلمت في كتاب الله قصة جميلة أين قصة جميلة في كتاب الله وأين قصة جميلة القصة الجميلة في قتاب الله قبر رسول في المدينة المنورة أين قبر الرسول الجواب قبر الرسول في المدينة المنورة أيها الطلاب هكذا تقرؤون العبارة ثم تفهمون جيدا وتجعلون من كل جملة سؤالا ثم تكتبوا جواب من ذلك السؤال الله تدرس وتقرأ هكذا إن شاء الله تحصل المهارة في اللغة العربية فأرجو أنكم تشاركون في الدرس القادم عليهم إلى هنا وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته